موسيقى يتساءل البعض كيف يتكلم الكتاب المقدس عن المرأة كيف يتعامل الله من خلال صفحات الكتاب المقدس مع المرأة في قصتنا اليوم هنتكلم عن مرأة يدعوها الكتاب المقدس أنها امرأة عظيمة في ملوك الثاني الإصحاح الرابع سفر ملوك الثاني في العهد القديم في الإصحاح الرابع والأعداد من ثمانية لسبعة وثلاثين يتكلم الكتاب المقدس عن قصة جميلة عن المرأة الشونمية والبداية نعرف المشاهد الكريم أن شونم هي بلد بلدة صغيرة تبعد عن أرشاليم من الشمال حوالي سبعين كيلو متر وعشرة كيلو مترات نحو الجنوب من الناصرة ففي مسافة كانت بين هذه المدينة شونم وأرشاليم من الشمال والناصرة من الجنوب فالكتاب المقدس نبدأ بالأعداد الأولى من هذه القصة في زي ما قلنا ملوك الثاني أربعة العدد ثمانية وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة البداية أنه النبي أليشع كان يمر على شونم لأنه بيعلمنا الكتاب المقدس أنه النبي أليشع كان له رحلات وهذه الرحلات كانت دائما بيذهب إلى المدارس مدارس الأنبياء اللي هي كانت في الجليل وفي بيت إيل وكانت أيضا في مدن أخرى فكان في هذا الوقت كان يجب عليه أن يمر على شونم هذه البلدة الصغيرة التي تعيش فيها هذه المرأة العظيم لماذا دعاها الكتاب المقدس أنها امرأة عظيمة سنعرف من القصة أنها فعلا امرأة عظيمة فهذه المرأة أو هذه الامرأة كان بيتها على الطريق الذي يمر فيه النبي أليشع وبعدين وجدت أن هذا النبي يمر في فترات فبيقول الكتاب المقدس فقالت لرجولها يجب أن ندعو النبي أليشع أن يأتي إلى بيتنا ويأكل ويشرب فبيقول الكتاب المقدس هذه المرأة العظيمة أمسكت النبي ليأكل خبزا وكان كل ما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا بنجد هذه المرأة عظيمة لأنها كريمة كان عندها الكرم وأكيد عندنا إحنا في البلادنا العربية العريقة والشرق الأوسط هناك الكرم ولكن هذه المرأة كانت دائما هي اللي بيكون عندها الدافع للكرم والمحبة وقبول الآخر فبيعلمنا الكتاب المقدس أنه ليس بس كانت بدأت عوه أن يأتي ليأكل ويشرب بل يقول الكتاب المقدس فقالت لرجولها تكلمت مع زوجها وقالت له قد علمت أن هذا هذا النبي رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما فلنعمل علية علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة يعني نعمله زي غرف الضيافة مخصوصة لي حتى ما يشعرش أنه هو جاي وحاسس مثلا أنه نحن مكسوفين منه أو يشعر أنه يضيئنا في المكان بل عندما يمر في هذا الطريق يذهب ويستريح في هذا المكان المعدل هذه العلية الغرفة الصغيرة بنضع فيها اللوازم البطلوبة سرير شيء للضوء كمان مكان يقدر أنه يرتاح فيه يقدر أنه يأخذ وقته الكافي بدل ما يستريح ساعة ممكن يستريح أكثر من يوم فبنجد أن هذا يعني شيء يعني بيشرح لنا الكتاب المقدس كم هي إنسانة عظيمة لأنها مش بس كريمة بل تفكر في الآخرين دعت هذا النبي أو النبي أليشع أن يدخل بيتها أولا ثم فكرت جليا أن يكون له مكانا عندما يمر هو وغلام جيحزي يكون له مكان في بيتها الكتاب المقدس بي علمنا أنه عندما استراحى لفترات النبي أليشع فكر أنه يساعد هذه المرأة فقال لغلام جيحزي قال له هل ممكن أن نحن نساعد هذه المرأة هل ممكن نفعل شيء لهذه المرأة فقال لغلام جيحزي ادعى هذه الشونمية فدعاها فوقفت أمامه فقال لها قل لنا هو ذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج فماذا يصنع لك نعمل لك إيه إيه اللي ممكن نقدمهولك خدمة كل الخدمات اللي بتقدمها يا ترى ممكن إحنا نقدم لك خدمة صغيرة فكانت هي مترددة في البداية فبنجد أنه غلام النبي أليشع بيقول يعني لا في شيء ممكن نساعدها فيه بيقول الكتاب فقال جيحزي أنه ليس لها ابن ورجولها قد شاخ فقال ادعيها فدعاها فوقفت في الباب فقال في هذا المعاد نحو زمان الحياة تحتضينا ابن كانت مفاجئة بالنسبة هذه المرأة المرأة العظيمة اللي بيدعوها الكتاب المقدس وقالت له يا سيد أرجوك لا تسخر مني زوجي قد شاخ وأنا في الوقت الحالي زي ما أنت شايف هل ممكن يكون لي ابن ودي بتفكرنا في الكتاب من الكتاب المقدس قصص كثيرة في الكتاب المقدس بتعلمنا أنه الله قادر على كل شيء في قصة سارة وإبراهيم بنجد فعلا كان هناك المستحيل وقد أعطى الله إبراهيم وإسحاق في قصة حنة يتكلم الكتاب المقدس أنه أعطاها الله وقصص أخرى بنجد أنه تمر الأيام ويأتي الوقت عندما يولد ولدا لهذه المرأة الشونامية العظيمة ولكن القصة ما بتنتهيش كده القصة بتكمل وبتورينا عظمة هذه المرأة يقول الكتاب المقدس بيعلمنا أنه الولد كبر سنة مع سنة يكبر وبعدين كان لما كبر شوية كان بيذهب إلى الحقل وبيكون مع اللي بيشتغلوا في الحقل وجاء الوقت بنجد أنه الولد يصرخ ويقول رأسي رأسي وهو في الحقل طبعا ممكن يكون خد ضربة شمس شمس قوية أو كان مريضا أو صار شيء المهم أنه الزوج في ذلك الوقت كان في الحقل فقال للغلام خذ الصبي واذهب به إلى البيت واعطيه لأمه ففعلا ذهب أخذت الأم المرأة الشنامية ووضعته على حجرها وبيعلمنا الكتاب المقدس أنه ساعات قليلة ومات الولد هذه قصة محزنة نبدأ هنا الحزن الشديد هذا الطفل اللي مال عليهم حياتهم بيموت فلحظة بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هذه المرأة لم تصرخ لم تولول لم تدعو الجيران حتى يكون هناك حزن ولا شيء بيعلمنا الكتاب المقدس أنه وضعت الطفل على السرير اللي بينام عليه الملك أليشع أخذته وحطته وقفلت عليه وطلعت وذهبت للغلام وقالت له روح ادعو كمان غلام تاني وهتلنا أتان ونذهب إلى النبي أليشع عشان القصة طويلة نقدر أن نحنا نختصر فيها مش هنقرأ كتير من الكتاب المقدس لو حبيت تقراها معايا عزيز المشاهد موجودة في ملوك الثاني الإصحاح أربعة الأعداد من 8 ل37 لكن بنجد أن القصة بتكمل أنه بتذهب إلى النبي أليشع والملك النبي أليشع بيأمر غلامه جيحزي أن يأخذ العصا ويروح هناك ويضعها على الغلام ما كانش فيه أي رد فعل الولد مات أو الصبي مات فبتصر أنه يأتي النبي أليشع ليقيم الولد بنجد هنا أنه عندما أتت وعندما اختربت إلى المكان اللي عايش فيه النبي أليشع وجيحزي غلامه فبنجد أنه النبي أليشع اهتم وقال لجيحزي أرى هذه الشونمية قادمة اذهب من فضلك وشوف عايزة إيه وقل لها أسلام لك أسلام لزوجك أسلام للولد الصبي فكانت الرد سلام كان عندها سلام رغم أن هي فقدت ابنها اللي بتحبه هذا هو السلام الحقيقي السلام المعطى من الله عندما نمر في ضيقات نمر في صعاب يكون لنا يعني أشياء كثيرة تعرق الحياتنا ومسيرتنا بنجد هناك سلام لأنه سلاما أعطيكم يقول السيد المسيح سلاما أعطيكم ليس من هذا العالم بل يأتي سلام من الله هذا السلام اللي كانت بتشعر به أن هي فعلا ابنها سيقام من الأموات وسيعيش مرة أخرى هذا السلام وهذا الإيمان اللي كان عند هذه المرأة الشنامية فذهب فعلا النبي أليشع ودخل الحجرة ووجد الصبي على السرير وأغلق الباب يقول الكتاب المقدس وبدأ يفعل المعجزة وبنجد أنه الولد أعطي حياه جديدة وقام من الأموات وأول شيء عملته هذه المرأة العظيمة المرأة الشنامية أنها شكرت النبي وقالت له شكرا شكرت الله طبعا وشكرت النبي في صفات نتعلمها من هذه المرأة الشنامية طبعا بنجد هنا أنه أولا هذه المرأة الشنامية كانت كريمة تعطي ما عندها بسخاء كما أنها تسر بالعطاء فكرت في النبي أنه يستريح هناك مسافة طويلة يمشي على الأقدام هو وغلامه فكان عبارة عن مكان يستريح فيه فدعته أن يأتي وحضرت له المكان تستضيفه إضافة الغرباء استضافت إليش دون أن تعرف في البداية من هو ولكن عندما اكتشفت أنه رجل الله تمسكت أن يقعد عندهم ويكون له مكانا موجود عندهم في البيت نجد هذه المرأة أنها متواضعة على الرغم من غناها يقول الكتاب المقدس أنها كان تمتلك الأراضي وتمتلك الغلمان اللي كانوا يشغلوا عندها العبيد وكان لها بيت كبير كانت متواضعة فكانت على الرغم أنها غنية تمتلك كل الأشياء اللي في ذلك العصر لكن كانت إنسانة متواضعة يعلمنا الكتاب المقدس أنها تقدم الخدمة دون انتظار مقابل عندما دعت النبي وجيح هذه أن يدخل بيتها وتصنع له مكان سريح فيه النبي وغلامه ما كانت بتفكر أبدا أنه فيه مقابل كانت بتعمل هذا العمل بالمحبة نابع من عندها من داخلها نابع من محبتها هي للغرباء فبيعلمنا الكتاب المقدس أن هذه المرأة كانت تقدم الخدمة دون انتظار المقابل عندما مات ابنها يعلمنا الكتاب المقدس أنه ما كان عندها تمرد أو تذمر يا رب أنا عملت الكثير من أجل النبي أليش نبيك وقدمت له مكانا يسريح فيه وقدمت له أكلا وشربا واعتنيت به وبيقول يعلم الكتاب المقاس كانت تخدم هي بنفسها انت يا رب بتعطيني ابنا وبتاخد مرة تانية ما كان عندها التدمر ما كان عندها التمرد ما كان عندها الولولة كان عندها إيمان كانت عظيمة كان لها هذا الإيمان عندما مات الصبي كان لها الإيمان أنه عندما تطلب من الله من خلال النبي عليشع سوف يقام الصبي من الأموات فذهبت ووضعت على السرير ودعت النبي يأتي ويقيم من الأموات امرأة تقية يعلمنا الكتاب المقدس أنها امرأة تقية تخاف الله وتحب وتقبل منه الألم بكل سلام عندما ذهبت واقتربت من المكان الذي كان يعيش فيه النبي وغلام جيح فأول ما شاف النبي ذهب عليش أسلام لك أسلام لزوجك أسلام لابنك فقالت سلام كان عندها هذا السلام كانت امرأة تقية تخاف الله وتقبل منه كل شيء كانت امرأة حكيمة يعلمنا الكتاب المقدس الحكمة حكمة التصرف عندما سألها زوجها لماذا تذهبين إلى النبي في هذا الوقت لا رأس شهر ولا سبت ولا وقت أعياد فقالت له كانت الإجابة سلام كان عند هذا السلام كان عند هذه الحكمة لم تخبره حتى أن الصبي مات لم تجعل أن هناك توطر ولا عصبية ولا أي شيء بل ذهبت إلى النبي لتطلب منه أن يأتي ويقيم ابنها أو الصبي إيمانها كان قويا هذه المرأة تتميز بإيمانها شديد بالله فأن أول عمل قامت به هو اللجوء إلى الله أول شيء عندما مات الصبي ذهبت ووضعته على السرير ولجأت إلى الله من خلال النبي ذهبت إلى النبي والنبي كان في ذلك الوقت يمثل الله على الأرض فذهبت إليه حتى تطلب منه المعونة بنجد في أيامنا هذه عندما نمر بمعضلة عندما نمر بضيقات عندما نفقد عزيز علينا عندما نفقد شيء من عندنا نبدأ أول شيء بنفقد إيمان ونبدأ نتكلم بكلمات بنندم عليها بعد كده ونلوم الآخرين ونلوم الله ونتفوه بكلمات يجب علينا أن نفكر جيدا قبل أن نتفوه بها هذه المرأة كانت لها هذا الإيمان العظيم إخوتي وأخواتي كم لنا أن نقبل من الله أشياء جيدة ونشكره وعندما نمر بالألام والصعاب عندما نفقد عزيز علينا عندما نرى حبيبنا في فراش الموت أو نرى أشياء بنمر فيها في حياتنا بنفقد إيماننا ونفقد أعصابنا وفي ناس كتير تركت الإيمان بسبب هذه الضيقات لم تؤمن بالله قالت إذا لم يفعل لي الله هذا وهذا أنا لا أصير أبدا مؤمن هذا الإيمان إيمانها كان قويا يعني الكتاب المقدس أنها كانت شاكرة عندما قام ابنها من الموت لم تنسى أن تشكر الله في شخص أليش عن نبي الفرح الذي غمرها لم ينسيها استجابة الله لطلبها لقد طلبت من الله هذا الصبي ولقد أيضا طلبت من الله أن يعطيه الحياة نعم هذه المرأة بيعلمنا الكتاب المقدس أنها كانت عظيمة عظيمة في كرمها عظيمة في حكمتها عظيمة في تمسكها بموعيد الله عظيمة في تصرفها عظيمة في سلامها عندما شعر بهذا السلام عظيمة في كل عمل عملته في قصتها اللي نقراها في هذا السفر ملوك الثاني نتعلم نتعلم من هذه القصة العطاء بسرور ومحبة نتعلم أنه نقدم بدون انتظار المقابل نتعلم كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله نتعلم الشكر بعد استجابة الصلاة ومرور التجربة نتعلم الكثير والكثير من هذه القصة الجميلة الموجودة في الكتاب المقدس نعم يذكرنا الكتاب المقدس في أحداث وأمثال وقصص أخرى عندما شفأ السيد المسيح العشرة البرس في إنجيل لوقة الاسحح 17 من عدد 11 ل19 يعلمنا الكتاب المقدس أن هناك عشرة طلبوا الشفاء من السيد المسيح كم واحد رجع منهم وشكر السيد المسيح واحد فقط واحد فقط رجع وشكر السيد المسيح نعم الكتاب المقدس مليء بالقصص الجميلة ويدعو المرأة أنها عظيمة يتكلم عن المرأة أنها عظيمة في إيمانها وخاصة في هذه المرأة المرأة الشونمية عظيمة في إيمانها في حكمتها في تصرفها نعم هذا هو ما يعلمنا الكتاب المقدس عن المرأة وهذا ما نريد أن نوضحه من قصة هذه المرأة العظيمة المرأة الشونمية كانت إمرأة بسيطة ولكن كانت حكيمة كانت إمرأة غنية ولكن كانت إمرأة متواضعة كانت إمرأة لها سلطة في بيتها وفي ممتلكاتها ولكن كانت تطلب دائما من الله العون وكانت تفكر في الآخرين أكثر من نفسها وكانت دائما تقترح للأفضل وكانت دائما تعمل من أجل الآخر وكانت كريمة في بيتها وفي حياتها وكانت تشعر بالسلام في كل ضيقاتها مهما كانت تمر في هذه الأوقات الصعبة كان لها سلام وكانت تشعر بالسلام وكانت تشعر من الداخل بالسلام أنا أدعوك في نهاية هذه القصة الجميلة والعزة القصيرة أن تشعر بهذا السلام هذا السلام المعطى من الله سلاما أعطيكم ليس من هذا العالم بل سلام يأتي من الله سبحانه ويأتي إليك وتشعر به وتعيش به أنا عاوز أصلي معاك المهاردة ونطلب من الله أن يعطينا هذا السلام ونعيش له به الله القدير بنشكرك في هذا الوقت بنشكرك من أجل هذه القصة الجميلة الموجودة في سفر ملوك الثاني هذه المرأة الشنمية المرأة العظيمة تعلمنا الكثير اجعل لنا يا رب هذا السلام الذي أعطيته في قلب المرأة الشنمية السلام الذي وعدت به نرجوك يا رب أن تجعلنا أن نعيش بهذا السلام حتى عندما تأتي تجد لك شعبا تقول لنا تعالوا يا مبارك أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم استجب صلاتنا ليس لصالح فعناه لأننا كلنا خطاط ولكن من أي المسيح الذي جاء ليعطينا الفداء استجب ولك كل المجد آمين